يا صباح الخير والصحة والسعادة والجمال على أهلا مشاهدين في الدنيا مشاهدين قناة الصحة والجمال أهلا وسهلا بيك وحلقة جديدة من برنامج ترند الحياة حلقتنا النهاردة هتكون حلقة مختلفة عن كل الحلقات اللي فاتت هنبتدي نتكلم فيها عن موضوع من الموضوعات الشيقة جدا هنحاول ان احنا نجيب عن بعض التساؤلات عن موضوع الحلقة موضوع حلقتنا النهاردة عن ازاي الشخصية بتتكون كتير مننا بنسمع أقويل بتتردد كتير زي انت عندك شخصية انت مش عندك شخصية انت شخصياتك قوية انت شخصياتك ضعيفة طيب ايه اللي بعد التساؤلات ده هل التساؤل ده صح هل في إنسان فعلا عنده شخصية وإنسان ما عنده شخصية هل في إنسان شخصياته قوية وإنسان شخصياته ضعيفة ده اللي هنبتدي ان احنا نتعرف عليه خلال حلقة النهاردة الحقيقة ان الفلاسفة قديما تركوا لنا ارث عظيم من الثقافة والمعرفة اللي ظلت حتى الان متواجدة فلما جينا ابتدينا ان احنا نبحث في الموضوع ده تحديدا لقينا إن سكرات وهو احد الفلاسفة العظماء اللي قدرت انها تقدر لنا الكتير من العلوم ترك جملة كانت الجملة دي مكتوبة على معبد دفلي في اليونان كان الجملة دي لما ترجمت كانت بتتكون من كلمتين اعرف نفسك يعني معقولة فيلسوف بحجم سكرات يترك لنا ارث كبير مكون من كلمتين اعرف نفسك عشان كده ابتدينا ان احنا لما نفكر في الموضوع ده لقينا ان الجملة دي جملة عظيمة وجملة عميقة جدا جدا ابتدينا ان احنا نشوف يا ترى هو الانسان فعلا هو الانسان اللي عايش حياري روتينية هو الانسان اللي بيبتدي ان هو ينظر لنفسه النظرة البسيطة اللي هو شايفها دي لان الموضوع مختلف عن كده تماما وان النفس البشرية والذات البشرية فيها اسرار كتير جدا جدا علشان كده ابتدينا ان احنا نسلط الدوء على الموضوع ده يطر الشخصية بتتكون ازاي الحال الموضوع ده كان موضوع شائق جدا وشغل بال العديد من العلماء كان احد العلماء اللي ابتدت تنظر وتبحث في الموضوع ده تحديدا كان علماء الوراثة علماء الوراثة قالوا ان شخصية الانسان بتتكون عن طريق الوراثة ازاي عن طريق الوراثة؟ طبعا كلنا عارفين ان الجنين بيتكون من مجموعة من الكروموسومات اللي بتتكون من الرجل او الزوج والزوجة بالتالي بتكون الجنين قالوا ان الجنين اللي بيتكون ده بيحمل صفات الصفات دي بتكون مشتركة من الاب ومشتركة من الام ازا قالوا ان الشخصية تتكون بالوراثة من صفات الاب وصفات الام لما بتدينا نبحث في الموضوع ده لقينا ان فيه اب شخصيته بتكون قوية او بيكون عنده مجموعة من الصفات والزوجة بيكون عندها مجموعة من الصفات وانلا ان الابن هو متفرد بصفات تانية خلص فالحقيقة ده اللي احتدم ان علماء النفس يتدخلوا علماء النفس يتدخلوا قالوا لا مستحيل تكون شخصية الانسان بتتكون بالوراثة شخصية الانسان بتتكون بالثقافة والمعرفة ومدى ادراكه لهذه الثقافة من البيئة اللي هو عايش فيها فابتدى ان احمد دلوقتي بقى عندنا رأيين رأي شايف ان شخصية بتتكون بالوراثة والرأي التاني شايف ان الشخصية بتتكون من الثقافة والبيئة اللي هو مولود فيها الحقيقة كان فيه رأي تالت هو رأي بعض العالماء ان شخصية الانسان بتتكون من مدى احتكاكه بالبيئة المحيطة به بمعنى ان الطفل بيولد بيبتدي ان هو يحتك الأول بالبيئة الاساسية بتاعته اللي هي البيت الاسرة الاب الام اخواته فده بيبتدي يكون عنده شخصية مبدئية بيبتدي بعد كده الشخصية التانية اللي بيبتدي يكتسبها او الصفات التانية اللي بيبتدي يكتسبها من اصدقائه اللي بيبتدي يكتسبها من المدرسة ثم البيئة المحيطة به في بعض الاخر رأى ان شخصية الانسان خليط من التلات اراء علشان كده احتدم النقاش ما بين التلات اراء ما بين علماء الوراثة وعلماء علم النفس وعلماء اللي شايفين ان الشخصية تكتسب من البيئة المحيطة الحقيقة قدرنا نخرج بان شخصية الانسان في البداية ممكن ان تورث بعض الصفات البسيطة من الاب او الام ويبتدي يتكون شخصية مبدئية خالص تحمل بعض الصفات طبعا وده يا جماعة مش لازم يحصل بعد كده بيبتدي شخصية الانسان فعلا تتكون من البيئة الاولية اللي هو عيش فيها زي بداية البيئة المحيطة به الاسرة التعليم مستوى الافراد اللي هو بيتعامل معهم علشان كده الشخصية هي شخصية تكون متفردة من شخص لاخر لانه ما فيش انسان بيعيش نفس الظروف اللي الانسان التاني بيعيشها علشان كده النهاردة بنتكلم عن الموضوع ده تحديدا بنحاول ان احنا نوصل لرسالة وهي انت تقدر تكتسب الشخصية اللي انت عايزها يا طارق انت عايز شكلك يبقى ازاي عايز المعيشة بتاعتك يبقى شكلها ازاي عايز فكرك وثقافتك تبقى شكلها ازاي يبقى اذا اللي بنستنتجه من هنا ايه ان ما فيش شخصية لعيفة ما فيش شخصية قوية لكن في شخصية قررت انها تستسلم للظروف وتبتدي انها تكتسب بعض الصفات ممكن الصفات دي اللي خلت شوية الى حد ما مالوش رأي ثابت او مالوش رأي قوي يقدر يفرده على الاخرين في شخصية تانية ابتدت انها تنمي نفسها وتكتسب مجموعة من المهارات اللي قدرت بعد كده انها تفرد سيطرتها على الوجود او على الناس المتقدة الحقيقة بقى الشخصية المصرية كانت متفردة عن باقي الشخصيات في العالم كله ازاي متفردة عن باقي الشخصيات ان احنا لقينا في الشخصية المصرية بعض الصفات اللي مش موجودة الى حد ما في كتير جدا من الشخصيات على مستوى العالم طب يا ترى ده حصل ازاي يعني احنا دايما كده بنسمع مقولة نقول ايه نقول ان الشعب المصري هو شعب جدع او شعب متدين بطبعه بنسمع كتير الجمل ده طب هل ده مجرد يعني هراء هل هو مجرد كلام بيقار لا ايه جماعة الحقيقة الموضوع ده هو موضوع حقيقي طيب تعالوا كده بقى نرجع للجزور هنلاقي ان القدماء المصريين او المصري القديم لما كان عايش وابتدى يعتمد على لما كان عايش في ودي النيل وابتدى يعتمد على النيل كوسيلة لزراع بعد ان كان يتنقل من مكان لاخر سعيا وراء المعيشة لان طبعا كان الغذاء زمان عن طريق الصيد لما المصري القديم اكتشف الزراعة وابتدى ان هو يستكر عند ودي النيل ابتدى ودي النيل ده يخلي الشخصية المصرية او يسري الشخصية المصرية ببعض الصفة كانت الصفة الاولى اللي ابتدى ان هو يكتسبها كانت الصفة الاولى ايه الاستقرار او حبه دايما للاستقرار فمن هنا بدأت الشخصية المصرية تمفرد بالجزء دي إنها دايما شخصية تميل إلى الاستقرار بتحب تستكر في مكان محدد وتفضل داخل المكان ده ده أول حاجة بتتميز بها شخصية المصرية الحاجة الثانية سخاء وقرم النيل اللي كان يهب المصري القديم بكل النعم وبكل الخيرات اللي قدر إنه هو يخليه يستكر كون نوع من أنواع القرم بزيادة عند المصري القديم عارفين يا جماعة لما احنا نبقى عاديين كده في البيت ونقول للشخص ده عينه مليانة أو جاي من بيت هو ده بالضبط المصري القديم لإن هو ودي النيل علشان أو النيل علشان كان بيمده بكل الخيرات فابتدى أن هو يكسب المصري القديم بعد القرم أو العطاء أو الجدعان يبقى دي تاني شخصية بتتفرد بيها الشخصية المصرية أول حاجة زي ما احنا قلنا الميل إلى الاستقرار الحاجة التانية العطاء أو الكرم أو الشهم تالت حاجة زي ما أنا قلت أن إحنا دايما بنقول أن إحنا الشعب المصري ده شعب متدين بطبع الحقيقة ده مش من فراغ لأن المصري القديم كان دائما يبحث عن الإله زي ما احنا قلنا بنشوف أن المصري القديم حاول أنه هو يعبد أكتر من حاجة ويمكن لقرم نهر النيل كان بترمى بعض البنات الجميلات في نهر النيل عطاء لهذا النهر فبالتالي دايما الشخصية المصرية كانت تبحث عن الإله كانت شخصية دايما بتميل للتدين حد ما وصلنا طبعا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أنهدانا إلى الإسلام الحاجة اللي بعد كده اللي بعد التدين أن احنا بنلاقي دايما الشخصية المصرية تميل إلى حتة مهمة جدا 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 وهي حتة السلام الشخصية المصرية على مدار التاريخ هي شخصية مسالمة تأخذ دور المدافع يعني دايما الشخصية المصرية لا تبادر بالهجوم على أحد دايما الشخصية المصرية بتحاول أنها تدافع علشان كده كانت فريسة أمام أعداء كتير جدا يحاولوا أن هم ينتشلوا الشخصية المصرية أو يحاولوا أن هم يغضوا الحضارة المصرية أو يدمروا الحضارة المصرية يمكن بقى إحنا شفنا زمان من أيام مينو نار مروا من أيام الهكسوس إلى السليبيين إلى كل الغزوات اللي حصلت على الأراضي المصرية إذن الشخصية المصرية هي شخصية متفردة وإن كانت الشخصية المصرية شخصية مدافعة دايما زي ما أنا قلت فإنها ليست شخصية سهلة هي شخصية لا تستسلم شخصية تأخذ دور الأسد لتقضي على الفريسة شخصية ليست سهلة شخصية مثابرة شخصية مبادرة ويمكن لو إحنا جينا حتى استرجعنا دلوقتي الذكريات هنلاقي أن الشخصية المصرية على مدار السبع سنين اللي فاتت ثارت ضد الظلم ضد الفساد قدرت أنها تخرج وتدافع عن حقها إذن الشخصية المصرية ليست هذه الشخصية الطيبة بشكل يصل إلى درجة الاستسلام أو الغباء كما يروج لدى البعض وإن كان عندنا بعض المشكلات الكتير اللي بتواجه مصرنا العزيزة إلى أن المصري بإذن الله تعالى قادر على تخطي هذه العقبات إذن في اختام الفقرة دي خلينا أقول لكل مصري قاعد قدامنا دلوقتي خلوا بالكم من مصرنا لأنها أجمل بلاد ربنا وده مش يجيب الكلام ولا برسوم نزين بها الأحلام في كتير بيبان خطير بس النتيجة هي تحديد مصير مصيري ومصيرك ومصيرنا كلنا خلوا بالكم على نفسكم خلوا بالكم على بلدكم نخرج لفاصل ونرجع نكمل موضوعنا تابعونا عزيزي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية بنواصل حديثنا النهاردة عن الشخصية المصرية قبل الفاصل قلنا أن الشخصية المصرية بتتفرد وبتتميز بالعديد من الصفات ويمكن استفادنا في الحديث عنها لكن لخصها كده سريعا أن الشخصية المصرية دايما قلنا أنها شخصية بتميل إلى الاستقرار قلنا أنها شخصية متدينة قلنا أنها شخصية جدعة قلنا أنها شخصية تتصف بالشهامة والكرم قلنا أنها شخصية لا تستسلم أبدا أبدا للظروف خلال حالاتنا النهاردة حبينا نسلط الدوق على الجزء دي تحديدا آملين أن كل اللي بيسمعنا دلوقتي يحاول ما هو يعتز أو يفخر بمدى مصريته ومدى الشخصية أو مدى الأرض اللي هو عايش عليها بس سؤال لازم نسأله لنفسنا علشان نقدر نجيب إجابة صريعة يا ترى إيه اللي احنا بنقدمه للواقع بصورة حقيقة يا ترى بلدنا اللي قدرت أنها توفر لنا حاجات كتير حوالينا قدرت توفر لنا الأمن قدرت توفر لنا الأمان قدرت توفر لنا تاريخ وإرث عظيم من أجدادنا من المصريين الكدماء وأجدادنا من العلماء والمفكرين والمثقفين طيب هنفضل بقى دايما كده هنفضل نفخر بإنجازات أجدادنا طيب إحنا فين؟ طيب أولادنا هنقول لهم إيه؟ كجيل متواجد حالي أتمنى أن إحنا نبتدي أن إحنا نشتغل مش نشتغل بمعنى نعمل بس نشتغل على نفسنا نحاول أن إحنا ننمي مهاراتنا نحاول أن إحنا ننمي إمكانتنا عشان نقدر أن إحنا نحقق حاجة جديدة فياريك كل واحد يسأل نفسه يا ترى ربنا سبحانه وتعالى خلقني ليه؟ يا ترى الرسالة لربنا سبحانه وتعالى حملني بيها ونزلني الأرض علشان أكون متواجد هنا خليني كده أقول وإحنا بداية العم الدراسي أو في وسط العم الدراسي أن فيه كتير جدا 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 حتى عشان رسالتنا كده تكون محددة من الطلاب بيبتد أنه هو ما يجيبش المجموع اللي كان بيطمح فيه فبيحاول أنه هو يعمل حاجة بس للأسف فيه جانبين الجانب الأول بيستسلم الظروف بيأي أس فما يوصلش لأي حاجة وفيه جانب تاني بيبتد أنه هو على طول يغير المصاري يبتد يشوف الحاجة اللي ممكن أنه هو يبدع فيها لكن يا تارى مين اللي بيواصله ومين اللي بينجح أكيد أن كل حد بيكون طريقه الكفاح بيقدر يوصل للنجاح فعلشان كده حابين نحن نقول لكل السادة المشاهدين يلا دلوقتي حالا ابتدي أخذ قرار ابتدي أخذ خطوة ابتدي أخذ هدف قدام عينك وبتدي أن أنت تحاول أن أنت تحقق خلينا أحكي لكم كده قصة بسيطة وهي قصة شخص شخص ده كان شخص عادي زينا كلنا تولد في حياة عادية في بيئة عادية كانت حياته كلها تقلدية لم تخرج هذه الحياة عن المألوفة كانت نهايته إيه؟ أنه هو توفى مفيش أي حد سمع عنه أي حاجة ولا حد عارف عنه أي حاجة ابتدي ابنه يعيش نفس الحياة الروتينية نفس الحياة التقلدية اللي والده كان عايشها وبرضه توفى محدش سمع عنه أي حاجة لحد ما جاء ابنه اللي هو حفيد الشخص الأول عاش نفس الحياة التقلدية فابتدى أن أصدقاؤه يسخروا منه ويسموه عادي ابن عادي العادي عادي ابتدى يفكر يا ترى أنا هفضل زي والدي وهفضل زي جدي هنفضل كده طول عمرنا عائلة عادية ماستسلمش أخد قرار مهم جدا أنا أحاول أنه أغير في العالم اللي أنا عايش فيه بالفعل ابتدى أنه يغير في العالم اللي هو عايش فيه عادي يحاول ويحاول ويحاول فترة زمنية جديرة جدا أنه هو يحاول يغير في العالم اللي هو عايش فيه بعد كده بدأ يقيم بقى يا ترى إيه اللي أنا ابتديت أنه أنا أغيره في العالم بشكل واقع لأنهم ما غيرش أي حاجة ما يقس نزل لحاجة أقل شوية وهي الوطن اللي هو عايش فيه لأنه هو ما غيرش أي حاجة في الوطن اللي هو عايش فيه هيا سأل نفسه سؤالين يا ترى العالم والوطن ده حاجة كبيرة قوي على ان انا اقدر اهيرها ولا انا امكاناتي قليلة على ان انا اقدر اأثر اصلا في الوطن او في العالم اللي انا مولود فيه نزل لحاجة اقل شوية وهي المحافظة اللي هو عايش فيها برضو فشل نزل لحاجة اقل شوية وهي المركز اللي هو عايش فيه برضو فشل نزل لأقل حاجة بقى وهي الاسرة اللي كانت سبب ان هو يبقى شخص عادي حاولي أثر فيها برضو فشل فسعى نفسه نفس السؤالين يا ترى العالم والوطن والمحافظة والمركز والأسرة اللي أنا عايش فيها حاجة كبيرة أوي على أن أنا أقدر أغيرها ولأن إمكانياتي أولئلة أصلا على أن أنا أقدر أثر فيهم وقتها هو أعد بي حاولي تناقش مع ذاته سمعك ورؤوني بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه تشف أنه هو حولي غير في العالم في الوطن في المحافظة في المركز في الأسرة اللي هو عايش فيها ونسي أنه هو يغير في نفسه لشان كده هاختم حلقة النهاردة بأن أنا أقول إذا أردت أن تحدث التغيير كن أنت التغيير الذي تحب أن تراه في الآخرين شوف العالم، شوف الوطن، شوف محافظتك، شوف مركزك، شوف أسرتك نفسها، نفسك، يبقى شكلها إزاي؟ وابتدي يطبق ده على نفسك الأول علشان تقدر أن أنت توصل للي أنت عايزه أتمنى أن خلال الحلقة النهاردة أكون قدرت أن أنا أقدم لكم رسالة رسالة توعية، رسالة فكر نقدر كلنا نحن نتمسك بيها ونقدر نستفيد ونوصل لحاجة في حياتنا عزال مشاهدين دي كانت الرسائل في حلقة النهاردة استنون يوم الجمعة الجاية في نفس الموعد وحلقة جديدة دمتم في أمان الله تحياتي عبد الرحمن سلم ترجمة نانسي قنقر